الحقيقة أول حاجة عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة أن هناك اتجاه عام في الإعلام الرياضي في مصر خلال الفترة السابقة أو خصوصا بعد مباراة النادي الأهلي ونادي مصر المقاصة الاتجاه إيه لبعد هذه المباراة؟ إن أنا أقول أو إن أنا أوهم الناس أنه النادي الأهلي النادي الأهلي ضربة الجزاء اللي جات لصالحه هي ضربة جزاء لا يستحقها ده الشكل العام اللي أنا شايفه لأنه الحقيقة من امباراة للنهاردة أو من أول امباراة من ساعة المباراة لغاية النهاردة من امباراة للنهاردة الناس كلها بتتكلم أو ناس كتيرة جدا وكلهم خدوا بالحضراتكم كلهم من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي كل اتجاهاتهم رايحة لفين؟ رايحة ليه؟ أنه زي النادي الأهلي تحسب له راكل الجزاء غلط البعض طبعا لكن كل الناس المحايدة أو كل الإعلام المحايد الحقيقة أتكلم بشكل رائع جدا نهاية راكل الجزاء صحيحة 100% وكذا 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 أنا هنا لا أعترض أنها راكل الجزاء ولا غير راكل الجزاء ولكن اللي أنا شايفه ومش اللي أنا شايفه بس اللي كثير من الأهلوية شايفينه أن هناك البعض بيحاول أنه هو ياخد النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي أن دايما الجمهور أو أن النادي الأهلي بيكسب علشان هناك أخطاء تحكمية فالنادي الأهلي بيكسب بسبب الأخطاء التحكمية للمرة المليون محدش هيجبرنا أن إحنا ما ندفعش عن كل ما يخص النادي الأهلي محدش هيجبرنا أن إحنا نقول كلام مفروض أنه هو ما يتقلش خلي بالحضراتكم من الكلام ده كويس جدا لأنه كل ما يقال خلال الفترة السابقة أو كل اللي إحنا بنشوفه خلال الفترة السابقة أن بعض الإعلاميين أنا بتكلم هنا على بعض الإعلاميين بيحاول ياخدوا الرأي العام كله يودوه لاتجاه أن الأهلي بيحصل على راكل الجزاء وهو ليس حق من حقوقه دايما تتعالى أصوات البعض للاتهام بالمحابة والمجاملة من التحكيم وهو ما لم يحدث وتحت الكلام اللي أنا بقوله ده مليون خط السنة اللي فاتت بيخسر النادي الأهلي الدوري العام المصري بسبب أخطاء تحكيمية سنة دي حتى هذه اللحظة النادي الأهلي بيفقد 14 نقطة وتعملت هنا في هذا البرنامج تحديدا حلقة كاملة عن هذا الأمر بالصوت والصورة والأدلة مش بالكلام والاختراعات